دلالات دلالات الإعلان عن كتلة تحالف الصدارة التي تضم قيادين انسحبوا من تحالفي السيادة والعزم حقيقة انسحاب وتأسيس الكتلة الجديدة التي ضمت النواب السيد محمود المشهداني والسيد خالد العبيدي والسيد محمد نوري العبد الربى والسيد طلال الزوبعي والشيخ فارس الفارس تأتي استكمالا للصورة الواضحة باشكالية البيت السني بمختلف مسمياته وعدم الانسجام بين كل الأطراف التي شكلت التحالفات السابقة أو التحالفات الماضية قلناها في السابق وأؤكدها وأقولها أغلب التحالفات السنية كانت مبنية على أساس مرحلي مصلحي لم تكن على أساس رصين على أساس قوي يمكنها من الاستمرار لذلك تأتي هذه الانشقاقات وهذه الخروجات من نواب لتضرب أيضا الجهة التي كانت تضمهم أو الجهة التي كانوا فيها خلال الأيام الماضية رشحت السيادة والعزم والحسم السيد سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب مبعدة السيد محمود المشهداني الذي كان هو الطرف المنافس في الفترة السابقة وفي الجلسة التي شهدت التصويت على رئاسة مجلس النواب هذا طبعا ترك أثره لدى مجموعة من النواب إضافة إلى الاختلافات في الرؤى والأفكار بين بعض النواب هذا أولا ضرب تحالف السيادة والعزم بخروج عدد منه وأعطى قوة لتحالف تقدم ومرتكز أساسي للانطلاق تجاه التفاوض بعملية اختيار رئيس مجلس النواب حتى الآن النواب الذين شكلوا تحالف الصدارة في أي مناسبة سيأتلفون أو سيكونون ضمن تحالف معه أو يؤيدون ما يذهب له تحالف تقدم رغم أنه هناك بعض التسريبات أنه ربما في حال عجزة الكتل السياسية عن اختيار مرشحها فسيكون أحد نواب كتلة الصدارة مرشح تسويين ليكون رئيسا لمجلس النواب